استكمالا لنهج معاقبة السكان الذين عاشوا في مناطق سيطرة تنظيم الدولة سابقا اقترحت لجنة متابعة وتنفيذ ما تسمى بالمصالحة الوطنية خطة لاعتقال نحو 280 ألف شخص بذريعة انتمائهم لأسر تنظيم الدولة ومعظم الأشخاص الذين تشملهم الخطة من النساء والأطفال الخطة ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والأخوة والأخوات والآباء والأمهات للمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة سواء كان العضو في عداد الأموات أو اختفى أو ما زال قيد الاحتجاز حيث ستقوم وزارة الهجرة ببناء مجمعات خارج المدن لإيواء هذه الأسر وعزلها بشكل كلي عن العالم المحيط بها منظمة هيومن رايتسووتش اعتبرت هذه الخطة غير قانونية وحذرت الحكومة من مغبة تطبيقها فهي لا تنتهك القانون الدولية فحسب بل تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي الكفيل بتمزيق النسيج المجتمع وتهديد حياة آلاف المدنيين وأضحت رايتسووتش أن تنفيذ الخطة المذكورة يعني انتهاك الحكومة لبند القانون الدولي الذي يحضر الاحتجاز التعسفي ويتيح للمحتجزين طلب الحماية القانونية مشيرة إلى أن القانون الإنساني الدولي يتيح محاكمة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم بعد محاكمات عادلة فقط يأتي ذلك في وقت أعيدت فيه المطالب بفتح ملف العراقيين المختطفين من المناطق المستعادة من تنظيم الدولة حيث هناك الألاف من العراقيين المغيبين في جميع أنحاء البلاد وتواترت التقارير الدولية عن المعتقلات الحكومية ومعتقلات ميليشيات الحشد مبينة شكل وحجم الجرائم التي ترتكب فيها بحق المدنيين في رحلة مأساة مستمرة منذ 16 عاما ترجمة نانسي قنقر